أهلا ونسألنا أعزائي المشاهدين لقد عدنا من جديد وفقرة جديدة ومضوع جديد معانا النهاردة أنا باعتبرها فراشة جمعة المنصورة الدكتورة غادة نصار دكتورة ومدرس بكلية طب المنصورة أخصاء التغذية العلاجية والسبنة والنحافة أهلا يا دكتور شرصينا دكتور خالص وأنا مبسوطة جدا بوجود حضرتك معانا أنا أسعدها تعيش يا حبيبتي عايزين بس أول حاجة نسألها يعني إيه تكيص المغايد طيب عشان المبيض ده العضو تمام اللي في المرأة المسؤول عنه أهم وظيفتين تمام إنتاج الهرمونات الأنسوية وإنتاج المبايض وإنتاج البوايدات عفوا آه تفضل اللي بيحصل في حالات تكايز المبايض هي دي متلازمة بتشمل أن المبيض بيحصل فيه تكايزات بتشمل أنه بيبقى فيه خلل في إفرازات الهرمونات عند الست بيبقى فيه سمنة تمام بيبقى فيه اختلال في توزيع الشعر عند الست إلى جانب إلى بعض الخلل في الشرايين وممكن يوصل لخلل في القلب فدي كلها احنا بنسميها متلازمة تكايز المبايض إن المبيض بدل ما بيبقى له هو بيؤدي وظيفته إن هو بيفرز البوايدات كل شهر وبيفرز الهرمونات بيبقى لأ ده بيتحول لحاجة نسميها مجازا ضغيق دي لطحن إن هو بيكون جريب البوايدة جريب البوايدة ده يقبر ويتحول لما يشبه الكيس ولا يفرز بوايدة سليمة ولا يقوم بدوره في إفراز الهرمونات فيعمل لنا المتلازمة دي طب إزاي دكتور بالنسبة للأنسة أو السيدة تشك إن عندها تكايز مبايض تمام وإيه التصرف الصحيح لما تكتشفه هل بيختلف من الأنسة للسيدة طبعا يبقى فيه اختلاف طبعا في التعامل ما بين السيدة والأنسة وبيبقى حتى في التدخل التغزاوي ممكن يفرق من لو دي سيدة أو دي أنسة إزاي ستتشك إن عندها تكايز مبايض فيه كذا علامة أول حاجة مثلا إن هي تيجي تقولي ده أنا فيه اختلال في الدورة الشهرية الدورة الشهرية ما بتنزلهاش بانتظام تاني حاجة إن بيبقى فيه اختلال في الشعر نتيجة تشتكي إن عندها شعر كتير في منطقة الوجه الشعر بيبقى واخد إن احنا نقول أندروجيني الكريتيريا أو الصورة الذكورية اللي هي مثلا منطقة أسفل البطن بيبقى فيها شعر أكتر الشعر الراس نفسه ما بيبتدي يدخل ليخفه من قدام شوية تاني حاجة بتدي طلع الله أحب شباب بيبقى فيه سمنة وخاصة عن السمنة في منطقة البطن حتى لو أنيسة بيكون أعرضها السمنة السمنة في منطقة البطن 90% من حالات تكايز المبايض بيبقى عندهم حاجة اسمها مقاومة الإنسولين مقاومة الإنسولين دي دايما بيتيجي بحاجة اسمها اللي هي السمنة المركزية أو السمنة في منطقة البطن يعني دايما حتى لما تجيلي ست مثلا تستشرني تقول لي مثلا أنا عندي دراعة خين دراعة خين فاخدها تخين أو لا دي حاجة تخلي مثلا ممكن تخلي شكل الفستان مش أحسن حاجة إنما الدهون في منطقة البطن دي ده عضو دي تطلع ده كأنه دي لها وظائف هرمونية دي كأنها غدة جديدة طلعت لها بتبتدي تقوم بوظائف هرمونية تبتدي تفرز مادة تعطى العمل مستقبلة الإنسولين على الخلايا تمام لأن المادة اللي بتفرزها دي بتشبه هرمون الإنسولين شوائفة تبتدي الإنسولين اللي بجد ما مش عارف يشتغل صح فبالتالي بتدخل الست في متلازمة كده أو حالة نحن نسميها بوسط فيد باك أو التغذية الإيجابية المرتدة اللي هي سمنة في البطن تفرز لها مواد تزود لها مقاومة الإنسولين فتزيد سمنة البطن وهكذا وكل ده طبعا يأثر على قدرتها على الإنجاب طب إيه هو البروتوكيلي العلاجي لها؟ ومين بيشترك في علاج الحالة بالظبط؟ هو بيبقى تيمورك بيتكون من زميلنا أخصائي النسا أخصائي النسا طبعا ده اللي بيبتدي إنه هو يعني ده الأساس في التشخيص إنه هو بيعمل لها الصنار يشوف إنه فيه أكياس على الرحم بيطلب منها بعض الفحوصات الهرمونية يلاقي فيه زيادة في بعض فحوصات أولية قدت لازم بتتخذ آآ آآ طبعا بعد كده اللي بيبقى لازم فيه دور للتغذية العلاجية ساعات بيبقى فيه دعم نفسي ساعات مثلا لو خاصة لو فيه حالة في اللي هي زيادة شعر ساعات زميلنا أخصائي النسا طبعا بيدخلوا بالليزر أو كده لتحسين الحالة النفسية للست دي معنا اتصال من سهاج ومصطفى ألو أم محمود ألو عليكم السلامة وبركاته أتفضل أهي تفضلي أتفضلي أم محمود أسهل أن تتعلي سارة الدكتورة أتفضلي أيد دكتور معاك اتفضلي أنا معيك أم محمود أتفضلي أهلا بيك أهلا بيك هل كنت تنتظم فيها هو أساس فقدان الوزن أولا ما نستعجلش النتايج بحيث ان نزول الوزن داي بقى في صورة دهون انا وزن مية وعشرين كيلو وطولك قد ايه محمود مية وستين سنتي ووزنك مية وعشرين كيلو في اي حاجة بتعاني من اي امرات تانية زي مثلا سقر ضغط اي حاجة الحمد لله سنة حضرتك كم سنة تمانية وثلاثين سنة طيب بالنسبة شكرا امو محمود في اي سؤال تاني امو محمود؟ شكرا شكرا كملة تفضل يا دكتور بالنسبة للحالة انها تقول دايما انها سؤال ايه رأيكا بالصدف الحالي انها دايما ده شكوى كتير انها تقولك انا حولت كذا رجيم وما بنزلش في الوزن اولا بيبقى لاقي دايما انها تقولي انا حولت مثلا ايه لمدة اعملت دايت مثلا شهر ولا شهرين طيب تاني حاجة ان انا عملت دايت مثلا هي عملت دايت خست لها عشرين تلاتين كيلو بعد كده اللي خبطت او مش حطة حطة في دمخها ان دايت دخلت في دايت قاسي حطت في دمخها ان دايت ده يبقى ايه لمدة معينة بس من الحياة وبعد كده ايه تفتحها يعني اصلا حتى لو عملت دايت لازم تستمر على نظام غزائي مش نظام غزائي بيبقى ايه ان احنا حاليا فيه المصطلح الاحسن المصطلح الاحسن اللي احنا بنعمل ايه تغيير في نظام الحياة ان هي تبتدي تعرف ان هي اولا ما تستعجلش النتائج الاستمرارية ده كلمة السر في نجاح اي دايت ان هو الاستمرارية تغيير نظام الحياة ان مبقاش فيه استعجال النتائج مش بعد شهري مثلا مفيش نزول في الوزن لا كده لا لازم تدي فرصة ان تعرف ان فيه دهون مترقمة على الكبد بقى لها كتير فيه دهون مترقمة حوالين الالياف العضلية والحاجات دي فيما يعرف سواء بمقاومة الانسولين المركزية او مقاومة الانسولين الطرفية دي بتاخد لها حوالي اتناشر اسبوع على ما الدهون دي تشيل تاني حاجة انها كمان تبقى فهمة ان هو مساء ساعات تبقى مساء مئة وعشرين كيلو تقول انا هارضة عن نفسي او انا هتحسن لما بقى تمانين كيلو تمام لا هي مش حاطة في تمخن هي بعد خسارة بس عشرة في المية من وزنها هتبتدي تحس انها خفيفة هتبتدي مكان الحرق يشتغل على اشده ابسط حاجة انها انجح نظام انها تبتدي تقنن كميات الاكل بتاعتها تنظم الوجبات بتاعتها مثلا واجبة تلات واجبات رئيسية مع سناكس انها مثلا تجي تقولني ده انا ما باكلش حاجة طول المهار وباجي بالليل باكل تمام طيب هو ده اكبر خلط ده ده كل ده هيترصب في صورة دهون لانها هتدخل الجسم في حالة اسمها هايبر انسولينية او زيادة طفرة في افراز الانسولين فده طبعا هيؤدي الى تراقب الدهون في منطقة ايه في اكتر منطقة في الجسم اللي هي منطقة الكرش اللي هي بتشتغل كغداد اه معنا مدام سورية مكالمة اتفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتك تمام اتفضلي سؤالك اها يا مدام سورية اها بحضرتك يعنا اها اه iyة ايه احضرتك بنت في ثانية سنة وهي بنت في ثانية سنة وكان وزناها تمانية وخمسين من تمانية وخمسين تمانية واربعين فهي راح تحللت يعني حلت للأنيميا قال لها ده أنيميا حد يعني هي اللا بتحب اللبن ولا البيض ولا الزباد ولا حاجات هي كان جسمها حلو بس هي يعني إنفة بأكلها بأكلها كده فهي يعني أنا عايزة تبقى عليك طبيعي نعمل لها آه يعني دينا علاج آه أو تغذيات آه عشان جسمها يدخل تاني شوي يعني رغم وزنها بتقول عندها أنيميا حده إيه النظام الغذائي المفروض تتبعه مش كده يا مادام سوريا لا مش كده ما سؤالك برضه إيه النظام الغذائي المتبع هل هي كان وزنها كبير يعني وبعد كده هي نتيجة إنها عاوزة تخص أو نتيجة خوف البنات في السن ده من التخن فتبتدي إنها تعمل تمشي في الاتجاه العكسي تتحول من إكستريم لإكستريم يعني إنها تنزل تمنع نفسها عن الأكل قوي ولا كان هي طول عمرها كده الاتصال يتقطع معانا منتظرينك تكلمينا مرة تانية تمام يعني دكتور السن بيفرق يعني بنتها سنها صغير عندها أنيميا حده أنيميا نتيجة هي بتقول نتيجة إن هي قلة الأكل طبعا هي لو فيه أنيميا بنسبة كبيرة النظام الغذائي الواحده ما يقدرش على علاجها لازم تدخل بمكملات من بره اللي هي عن طريق إيه إن إحنا مناخد كابسولات الحديد المناسبة لها إيه اللي جانب طبعا نظام الغذائي إيه إن طبعا إيه كورس الحديد مثلا لو هيصلح الأيميا لفترة إيه اللي هيحافظ عليها إنها ما ترجعش تاني إن المغربين بتاعها أو كنسبة الحديد في جسمها ما ترجعش تاني إن نظام الغذائي الصحة لو هي مثلا بنتها ما بتحبش اللبن هي تحاول تدخله لها في صورة تانية يعني المشكلة دايما تجيلي الأمهات مثلا هي مصممة أو هي متعودة عليه إن مثلا إن اللبن مفيد طيب لو هي ما بتحبش اللبن لو تحط عليه موزة مش هيبقى لبن برضو أه أكيد أه تقيل لو حطناه في حاجة بتغير الطعم بمعنى أصاب أه أه لو حطناه في حاجة مثلا حطناه في مهلابيات أو حاجة لبن برضو والحافظ برضو عليها كتغذية لها في السن ده الألبان طبعا فيه طبعا موضة طبعا دلوقتي إن أنا لا ألاقي بنت صغيرة 14 و15 جاء تقولي نامي شالي على طول على اللبن خليد دسم طبعا اللبن خليد دسم ده يعني قبل 18 سنة مفيش يعني مفروض أصلا إنها تاخد اللبن بخيره لا مش حكاية أضرار هي جسمها في الفترة دي محتاج طبعا مكونات اللبن كاملة لأن فيه عظم بيتكون فيه لسه عظمها مقفلش لسه فيه فترة نمو طبعا إنها لازم تحافظ على اللبن ما بتحبوش ندخله الله في حاجة تانية البيض ما بتحبوش ممكن ندخله في صورة تانية لو هنحطه مع حاجة تانية أو كده نتعتني بالحاجات اللي فيها خضروات يعني أنا مش عارفة الخضروات الورقية اللي كانت زمان منتشر قوي الجرجير والسريس والحاجات اللي كانت زمان كده صحية دي وطبعية آه كانت جداتنا على طول يعني دايما تدخل بيوت الجدات لازم تلاقي تقول يوميا طبق الخضرة الكبير مليان خضار طبيعي الخضرات الورقية دي كنز نرجع يا دكتور لموضوعنا تكيس المبايد بالنسبة لمرضات تكيس المبايد بكلهم دور في التغذية العلاجية ونظام غذاء معين يمشوا عليه آه طبعا هو أساس علاج البروتقول العلاجي بيبقى أنه أولا بنعمل لها الدكتور النسا ممكن يدخل بعلاج هرموني أو ممكن يدخل بحاجات تقلل أو تساعد جسم أنه يبقى أكثر حساسية للإنسولين يستجيب أكثر للإنسولين تاني حاجة أنه بيبقى فيه لازم الأساس نظام غذائي بيبقى فيه نظام رياضي بتمشي عليه إلى جانب طبعا إيه أنه بيبقى يعني إيه فيه دعم إن إحنا طبعا بنعمل لها ريئة شورانس أو إن إحنا بنطمنها وإن إحنا بنقول لها إن لازم تتبع يعني إحنا دي مش عصة سحرية إن هي مع أول أسبوع أو أول شهر في اللايف ستايل موديفكيشن كل حاجة هتتحسن لا على الأقل ممكن بالفترة بتاخد لها من ثلاثة لستة شهور علاج فيه أنواع كتير من الأنظمة الغذائية الموجودة أشهرهم النظام البحر المتوسط نظام البحر المتوسط ده بدأ يدخل ده واخد الرنك رقم واحد على العالم السندي كأحسن ضايت موجود ده المعمول الدكتور الحط البروتوكول بتاعه أو قواعد بتاع نظام البحر المتوسط خد العادات الغذائية لمنطقة البحر المتوسط جنوب إيطاليا ومنطقة اليونان والحاجات دي في فترة الستينات اللي هي الفترة قبل الغزو الثقافي اللي هو قبل ما تدخل الفاست فودز والحاجات دي في المنطقة دي فلاقيهم أنهم بيعتمدوا على زيت الزيتون كمصدر دهني بيعتمدوا على الأسماك الدهنية كمصدر البروتين بيعتمدوا على بيبقى فيه خضروات فواكه خاصة من فواكه الغنية بفيتامين سي الموجودة في البحر المتوسط بيعتمدوا على المكسرات وخاصة المكسرات النية فبدأ يحط نظام البحر المتوسط اللي هو بيفيد فيه تنظيم الحر والبناء في الجسم وبيحافظ على صحة الألب وشرين نستكمل الحوارنا يا دكتور بس معانا مكالمة تلفونية اتصال مادام راشا مادام راشا حاولي تعود الاتصال مرتان الشبكة ضعيفة عندها طيب يا دكتور هل تكايس الموبايد بكله علاقة بأمراض تانية؟ تكايس الموبايد ده جزء من متلازمة كبيرة اللي هي أساسها 90% بقلنا ما يبقى عندهم حالة سنة أو حالات مقومة الإنسلين يعني علاقة السنة لها علاقة تكايس الموبايد 90% من حالات تكايس الموبايد عندهم مقاومة الإنسلين مقاومة الإنسلين ده هرمون بيفرز من البنكرياس وظيفة الإنسلين ده متبرمج أنه هو زي ما نقول كده أنه هو بيكنس السكر في الدم يعني بيدخل السكر الحر اللي موجود في الدم يدخل جوا الخلايا عشان تاكل منه وتتغزى منه فلما نقول أن الجسم مقاوم للإنسلين يعني الجسم ما عادش بيستجيب للإنسلين يعني الإنسلين ما عادش عارف يقوم بوظفته أنه هو يدخل الأكل جوا خلايا الجسم والجسم يبتدي يستفيد منه فتبتدي حاجات كتير في الجسم وتعطل زي مثلا زي المبيض يبقى إيه الخلايا المبيض تبقى إيه non functioning زي مثلا إن الإنسلين يرجع لحاجة تانية أنه هو يكنس السكر ده بدل ما يدخله جوا الخلايا أنه هو يرصبه في صور الدهون فيبتدي المريض ده يعاني من الكبد الدهني مادام سورية يا دكتور عايزة تستكمل كلامة اتفضلي مادام سورية مع حضرتك اتفضلي اتفضلي مادام سورية اتفضلي ايه اتفضلي ما سعيد تخد بتاعي أسخدها بس ابن بابدو عبده أنيميا وانشوف عبو عيلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لعندي دكتور عايزة كده راحت لخمسة عنده كده 9 سنين وقدتوا لكاده الدكتور عبلي كده عنده أنيميا وعنده لطعة ووش وبيضة وقدتوا لكاده عليك نفس الطريقة برضو لطعة ووش واللطعة ما بتبصم وش لطعة وبيضة كده راجل أنيميا هو من صغر ووكينة طب حضرتك بالنسبة لعلاج الأيميا حضرتك بتستمر في علاج الأيميا كم شهر او بتستمر قد ايه في علاج الأيميا بجيب حد مرة كده ومرة كده كنت دائم نعمله عصر مرتغان وعمله العجال دي بيتوقف تعصل لعلاج لا نقص حضرتك حضرتك مش منتظم هو كورس علاج الأيميا على الأقل حضرتك بنبتدي بنديله أول حاجة بنبتدي بنعمله صورة دم مبدئية بعدها نديله كورس الحديد لمدة شهر نعيد صورة الدم عشان نتأكد ان هو بيستجيب للنوع ده من الحديد لان طبعا بتاعت الحديد متنوعة لو لقينا ان الهموجلوبين بتاعه بيزيد والأيميا بتبقى أحسن بنبتدي نمشي على الكورس ده لمدة شهرين كمان يبقى ده خلاص بعد ثلاث شهور من بداية الكورس نعيد تاني التحليل نتأكد ان هو تحسن لو تحسن بنبتدي نمشي نعمله حاجة سمع ان احنا نعمله مخزن للحديد حوالي بيبقى من ثلاثة لستة شهور ولازم يقى متصل عصير البرتقان ده فيتامين سي والتحاجات دي طبعا ده ضروري مع الحديد وكده لانه بيزود انتصاصه انما دايما الغلطة اللي تقولي انا حاولت روحت لدكتور كتير طب اديتي له ده وقد ايه اديت جبت الازازة وخلصت خلاص وقفت طب ماهو ده مش علاج ده ما غلط ده اكبر اه اه يعني هي من رحمة ربنا بينا ان الجسم بيجدد نفسه الجسم بيجدد نفسه يعني كل ثلاثة شهور بيتكون خلايا دم جديدة اه فاحنا ندي فرصة ان الخلايا النشأة دي تبقى طلع بصحتها طلع مجلبينها تسليم طلع فندي لها فرصة ونعمل مخزن حديد كويس في الجسم اه على صراحة وقت الحلقة خلص بسرعة واه استفدنا من معلمات حضرتك وان شاء الله يكون معانا لقاء تاني اه اعزائي المشاهدين اه اتمنى تكون استفدتوا اكيد زي ما انا استفدت كان معانا نهاردة جميلة جميلات العلاج الطبيعي الدكتور صباح وفراشة جمعة المنصورة الدكتور غادة اعزائي المشاهدين على الحب نلتقي بكم ومن الحب نودعكم الى اللقاء